اهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف زي ما قلت يمكن في الانترو بتاعي يمكن رسالة المهمة جدا اللي هنا في المحترف او محتوى البرنامج يعني هو ان احنا بنشوف الناس ازاي بتشتغل برة والناس يعني خاصة في الدوريات الاوروبية ازاي بتتعامل مع اللاعبين مع الادارة مع الجماهير مع الدوري مع التسويق مع كل الحاجات اللي ممكن تكون عندنا لسه دفوهاد فيها ويمكن يعني بنحط يمكن رجلين على الطريق الصحيح عشان يكون الدوري المصري من اقوى الدوريات على مستوى افرقيا وعلى مستوى العرب خلينا نتكلم الاول زي ما بنقول ان البريميال ليج من اقوى الدوريات على مستوى العالم ويمكن انا في المحترف كلنا بنتابع البريميال ليج اخبار الانتقالات واللعيبة والمدربين والمباريات لكن النار دا خلينا اتكلم مع حضرتكم في نقطة مختلفة شوية كلنا بنتكلم أن القرط القدم بقت صناعة وعايز أشرح لحضراتكم باختصار ده جزء يمكن صغير من تقرير طبعا عندنا معايدين على مستوى عالي جدا جدا أعدونا تقرير كيف أصبحت قرط القدم في إنجلترا صناعة بتخدم المجتمع وبتخدم المجتمع بأرقام هائلة ويتخدم الدولة الإنجليزية أو بريطانيا بشكل كبير جدا في يعني نقدر نقول الموازنة العامة للدولة تصور أن قرط القدم في إنجلترا بتساعد إنجلترا في الموازنة العامة للبلد وتدخ أموال كثيرة جدا جدا على البلد وعلى مستوى كمان العمالة على مستوى العمالة وحنشوف من خلال التقرير قدي إن قرط القدم والبريميال ليج كان ليه دور كبير جدا جدا في توظيف عمال كثيرة جدا من أبناء بريطانيا على مستوى الدوري الإنجليزي خلينا نبدأ مع حضراتكو زي ما أنتوا شايفين عندنا الأرقام مهمة جدا وبنتكلم لو إحنا بنتكلم على كرط القدم ومن كرط القدم صناعة لازم يكون عندنا اعتراف كامل وإن خلاص بقى أي حد بيشتغل في كرط القدم هو تحت بند عامل راجل بيشتغل ويمكن فيه تصريح في إنجلترا دلوقتي اسمها تصريح عمل تصريح عمل أي أن لعب القرى هو رجل عامل زيه زي العامل المصنع زي عامل في المؤسسات في الشركات لأن مؤسسات كرط القدم هناك في إنجلترا هي مؤسسة مؤسسة كبيرة بيدرها الناس عندهم فكر كبير جدا جدا عن الاستثمار عن الإدارة بشكل كبير من خلال ده الجزء الاستثماري اللي بيجيب فلوس وهندهم كمان على مستوى الفنيات وقرط القدم والمدربين والمؤهلين لذلك فعايز أقول لحضراتكم الأربع أرقام اللي جانبه دوله إحنا بنتكلم فأول حاجة نتكلم على الضرائب موضوع الضرائب إن زي الدولة البريطانية بتستفيد بشكل كبير جدا من دخول الأندية ودخول اللاعبين عندنا رقم اللي هو في المربع الأسود سبعة وستة من عشرة مليار سبعة وستة من عشرة مليار جنيه استرليني ده الفاليو بتاع الضرائب ده صاف الأرباح أو أنا اللي الأندية اللي جانبه صاف الأرباح اللي دخلت خزينة الدولة الإنجليزية في تسعتاشر عشرين السنة اللي قبل اللي فاتت بتتكلم على تلاتة وستة من عشرة مليار جنيه استرليني ده طبعا رقم كبير جدا تلاتة وستة من عشرة مليار جنيه استرليني بتخج خزينة الضرائب من طبعاً الضرائب المستحقة على الأندية وعلى عقود اللاعبين. 3.6 من 10 مليار فاوند أو جنيه استرليني. كمان عندنا على مستوى العمالة. عندنا على مستوى العمالة حضراتكم شايفين في المربع الأصفر 94.000 94.000 فرصة عمل أتيحت في 2019-2020 من خلال كورت القدم. هتقول لي إزاي. أي دولة أو أي مدينة خلينا نتكلم. لو نتكلم على لندن. نتكلم على أي ليبر بول. على منشستر. نتكلم على الأماكن اللي حواليها الاستداد. إزاي بيزيد العمالة حوالين الاستداد قبل المباريات وقبل الماتش بيوم. وبعد الماتش بيوم فيه كافيهات. فيه أعادات. فيه فرص عمل كثيرة جداً جداً. ده غير العاملين جوه قطاع 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 القدم. نتكلم على اللي بره قطاع 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 قطاع. أستداد. لا. الكلام ده كمان بره. البريميال ليج 19-20 ووفر 94 ألف فرصة عمل. نتكلم على من سنة 98 موسم 98 99. النمو زاد بنسبة 840 في المية. بالنسبة لمكاسب المجتمعية. المكاسب ل البريميال ليج أو قطاع قدم الإنجليزية من موسم 98 99 لحد وقتنا هذا. هذا تطور أو نسبة النمو وصلت لـ 840 في المية. وبذلك أنت بتتكلم على منظومة منظمة جداً. منظومة كبيرة جداً. مؤسسة عمل بجد. نتكلم على صناعة حقيقية لكرة القدم. بتوفر للدولة حوالي 3.5 أو 3.6 من 10 مليار جنيه سرليني. بتوفر فرص عمل حوالي 94 ألف فرصة عمل خلال مباريات البريميال ليج. كمان تتكلم على النمو في هذا الربح وصل من سنة 98 لغاية دلوقتي بنسبة 840 في المية. نشوف الصفحة الصفحة دي طبعاً بتورينا كمان قد ايه متابعة البريميال ليج. هننا بنتكلم على الفان بنتكلم على المتابعة البريميال ليج. مقارنة بالدوريات الأخرى. انت شايف حضرتك بتتكلم على 3 مليار 160 مليون. دي مشاهدة للبريميال ليج. يعني تقريباً بتتكلم على اجمالي المشاهدة من دوري أبطال أوروبا. زائد البوندز ليجا زائد الليجا الأسبانية وجزء من السيريا أو الدوري الإيطالي. نمو عالي جداً في المشاهدة وبالتالي كمان ده بينعكس في طبعاً الجدول اللي تحت دوت على توتل البريميال ريبنو من 2014 ل 19 20 نتكلم من موسم 2013 2014 لموسم 2019 2020 شايف حضراتكم نمو عامل إزاي الأرقام اللي على جانب دا نمو الأندية تحوالي بتتكلم على خمسة مليار ونص جنيه أو ده طبعاً عوائد كتيرة جداً من مشاهدة البريميال ليج يعني احنا اتكلمنا في الجزء الأولاني أن موضوع الدرايب وأن كل من يعمل في منظومة الكورت القدم هو عامل بياخد أو بيستحق تستحق الدولة أنه بتسدد الدرايب وخلي بالك موضوع الدرايب دا مهم جداً 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 عايز أقول لحضراتكم أن في وقت من الأوقات رئيس رئيس باير ميونيخ اتسجن عش كان عنده تهرب ضريبي وبالتالي الدولة بتحافز على حقوقها بشكل كبير جداً في صناعة كبيرة جداً اسمها صناعة كورت القدم بعائد كبير جداً جداً وزي ما حضراتكم شايفين مشاهدة تتعدى كثيراً جداً جداً التلات دوريات اللي تكلمنا حتى دوري أبطال أوروبا يعني كمان بنتكلم على نسبة المشاهدة أو التواجد الجماهيري حضراتكم شايفين كان طبعاً قبل الكوفيد بتتكلم على 97.8 من 10 ده قبل الكوفيد بيوصل متوسط الناس أو متوسط المشجعين داخل المدرجات بتسعة وتلاتين ألف خمسمية سبعة وتلاتين مشجع أو موجودين داخل الاستداد ده رقم كمان كبير جداً خلي بالكو أن من العوائد الأندية بتضح يعني طائل كبير جداً أموال كثيرة جداً على التواجد الجماهير عشان كده طبعاً في فترة كورونا كان فيه خسائر بالجملة لعدم وجود الجماهير لكن البريميال ليج زي ما حضرتك شايفين متوسط المشاهدة في الاستداد وصلت لتقريباً أربعين ألف مشاجه نشوف اللي بعده ده كمان مهم جداً بتتكلم على طبعاً البريميال ليج مقارنة بيه طبعاً بتتكلم طبعاً في موسم 2013 2014 كان العدد 0.7 ده بتتكلم لكن وصل 19 20 تتكلم على مليار وربعمائة مليون ده طبعاً عدد كبير جداً ده طبعاً البريميال ليج اللي هو باللون الأصفر واللون الأسود اللي حضرتكو شايفينه دوت هي مقارنة ما بين البريميال ليج وما بين البوندز ليجا إلى الليجا الأسبانية مضاف لها الدوري الفرنسي مضاف لها الدوري الإيطالي يعني بمعنى صح في الدوريات الخامسة الكبرى البريميال ليج مشاهداته بتصل إلى ضعف تقريباً كل الأربع دوريات اللي أنا اتكلمت عليها سواء البوندز ليجا السيريا الدوري الإنجليزي أو الدوري الألماني البريميال ليج يتفوق فيه نسبة المشاهدة وإحنا كمان بنترجم ده لفلوس نسبة البس التليبيزيوني والعوائد اللي بتعود أن البريميال ليج أكتر كثيراً جداً من البوندز ليجا والسيريا والليجا الأسبانية وطبعاً السيريا أو الدوري الإيطالي مجتمعين الدوري الإنجليزي متفوق عليهم تماماً نتكلم عن الصورة اللي في الجنب دي أن الانترناشنل الانفيزيتور كمان مهم جداً أن الناس اللي بتيجي تتفرج على الدوري الإنجليزي بتتكلم على 528 ألف واحد زار إنجلترا في موسلم 19-20 وصل ل528 ألف دول جايين يتفرجوا على البريميال ليج ويعني جابوا أو صرفوا فلوس تخيل بكام بتتكلم على 442 مليون باوند 442 مليون جنيه سترليني ده عائد الفلوس اللي الناس جاية زي ما حضراتكم شايفين من كوريا من اليابان خلاص من كل أنحاء العالم في عندنا حوالي تقريباً نص مليون النص مليون ده صرف خلال 19 موسم 19-20 حوالي 442 مليون جنيه سترليني ده مكاسب للبريميال ليج الدمستيك ده أو الانتقالات الداخلية وصل ل 651 ألف يعني الناس اللي في منشستر بتروح ليبر بول التنقلات الداخلية داخل بريطانيا من خلال من خلال البريميال ليج وصل ل 651 ألف واحد وطبعاً زي ما بقول لحضراتكم كل ده بيترجم إلى أرقام وبيترجم إلى ملايين تضاف لصناعة كبيرة اسمها صناعة كورت القدم نروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر